تمكن أفراد فاصلة الأبحاث للدرك الوطني بومرديس من حج ثلاث طوارب بعرض البحر لعمليتين منفصلتين على مثلها 24 شخص يهمون بمغادرة الصورة بالوطني بطريقة غير شرعية تعود الوقائح إلى ولود معلومات أفراد فاصلة الأبحاث للدرك الوطني بومرديس مفادها عزم مجموعة الشباب تنظيم رحلة سرية عن طريق البحر انطلاقا من إحدى شواطئ ولاية بومرديس مباشرة تم تفعيل مخطط قائد المجموعة المتعلق بمحاربة هذه الظاهرة أين تم حجز القارب الأول بعرض البحر مقابل شاطئ بلدية زموري وقاربين اثنين بشاطئ قرسو على مثلهم 24 شخص منهم 8 أشخاص من جنسية أجنبية 7 جنسية مغربية زائد واحد من جنسية مالية أسفل العملية عن حج 3 قوارب صيد و3 محركات مبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدرابي 900 ديرهم زائد 1259 أورو مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدرابي 27575 دينار جزائري 26 مدلو سعة 30 لتر من مادة البنزين 8 هواتف مقارة سيتم تقديم الموقفين أمام الجهات القضائية المتصر زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر